الأودع في هذه الصورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق درز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقاً بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر ابن عبد الله الأنصار قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وعليه وسلم بالنور صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وسلم وعش عفهم أولوداً صلى الله عليه وسلم أما كانت السعادة الأمنية لها ملاحظة قفية إخلصت من شاءت من البريّة بكمال خصوصية فالله وسلم فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وقطون من شرفته من العربيين فتنقاذ النور من صلب آدم وروحه وإبراطه صلى الله عليه وسلم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى ما انخصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلم بالقادر العظيم أمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشعها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصولها صلى الله عليه وسلم فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملاً خفيفاً حملاً خفيفاً لا تجد له ثقلاً صلى الله عليه وسلم ولا تشكو منه ألماً ولا علاماً صلى الله عليه وسلم اهدى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب رفض بروسه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فلوغات فضل وأن تشرب فيه آثار مجبير صبي احمد سليم وقرب رفض برعاية وقرب رسوة وقرب رضو وقرب رضو على صدقنا وقرب رضو شكرا